البقاء أنا توقع يا بناي اليوم أنا راضي عنكم ما سعدك يا بناي ما شاء الله متوزعين باللوكيشوناتك بشكل كويس في شغل لا والله هذا تعاون أخي شيخ أحمد أنا شاكلي أعطيك الشيخة لنهاية البرنامج لا لا بالله استهلوا لن تدين ليش يا بنايب بيجي اللي يفضل مني ولي يطيب مني ما شاء الله منه أنا مقتنع فيك بستري وش المشكلة؟ ما عندي قرار نعم معاونينا كيف من هم مساعدين؟ المسعود ونوات والله يعني أعلمكم بعدين يلا ستعلم بلاي شواء يلا بسم الله ما أدري ما أدري والله اليوم كتبت بالتويتر كتبت مساءل بهجة الجمهورو بهاج همسي أنا عادي إن بهجة العيد مقبلة يعني علينا وكذا مساعد دائما يفهمني غلط سبحان الله بس ممكن 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 مساء البهجة ممكن لها عباقة يعني لا مساء بهجة بعيد يعني أنا برضو كمان كتب مساء السعد أسألك بالله والله فالناس يقولون شفتها؟ حلو والله كيف بالله شفتها؟ طيب ما شفتها؟ سويته رتويت ولا لا؟ لا ليه؟ والله نظامك والله يلا شباب خالد عبد الله كوان يلا عيال يلا تقرأ من دل المصري شفك هل يبوم جاي ليش؟ اهل أنا متأكد أن هلك الآن يعني يعيشون بسم الله بغيت أطيح على وجهي ما لها داعي مقدم وطايح وغطرة وعقال واخر شيء أتوقع أن أهلك الحين يعيشون أفضل مراحل حياتهم مبتكين مرة منك صح؟ مبتكين مرة منك صح؟ سويدين شوف هذا مستانس معنا الرجل هذا أنا كده جيبتها لي أنصب يتسوي بكم مقرب ليه؟ ما يجون يعني يوصلون يوصلون يسحبون أسمع أوصل هنا أقول يلا نشوف ضيوف أنا منهم والله دق الباب افتح الباب ما مياهد إذا وصلت لمرحلة هذه والله بدخل أبوي وخواني والله صوي المقلب بيني أنا يلا تصور يا شباب ألبقى يا حبيبي أهلا سهلا ومرحبا مدام لنا بنعيش مرة يلا حيا هذا أفضل بيت مرة علي الدنيات ساحل مدام لنا بنعيشها مرة أحد يشوفك ما يشوف حياتك السهل يا ابن عيني يا حبيبي الله يعزك يا بعديني هلا سيّاف يلا يا شباب يلا يا عياء هل لي في غرف النوم تفضلوا يلا يلا حياك الله يا حمادة ألبقى يا بعديني لقد أخبرت الكاب حق من هذا ما بغراب عليك ألب السام هذا حق صديق حسين الوايلي صديق حسن الوايلي ونعم هو صديقك اللي يجي عند الباب يقول ايه عيال ايه اه بسهم بالخير ألبقى شباب من باقي واحد ثنين ألبقى ثلاثة أربعة خمسة ستة، سبعة ثمانية تسعة عشر، أحد عشر، أحد عشر، ثلاث عشر، أرباطعش، 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 قمستعاش شيخ سكربت شيخ سكربت فضل عندي يا غالي لو بدت فقرتي مرة ثانية وفي أحد ناقص تراها مسحوب الشيخ حبيبي والله وصير أنا الشيخ واتفل متسابق معكم أنا شيخ من زمان طريق يطول في عمرك يا حبيبي يلا سياف يلا يلا فلحنا يا عيال شوفوا ثم أنتم متحمسين لضيوبكم اللي جايين ها ترعا ترعا والله شوف المرة اللي فاتت أنا صراحة أنا كنت مبسوط مع محبتي واحترامي وتقديري لثامر ولا أهل ثامر أنا مبسوط لأنه مسابقة يعني خضنا التجربة وحادي والحياة حلوة هلا حيك الله يا مرحبا لا أنا طيب بس أحترم المهنية الإعلامية المهنية الإعلامية أني أدعس على قلبه أطير يا مرحبا أبشرب يا مرحبا يا هلا وسهلا لبيك سمع هل يودكم هل يودكم كل طيب ولد عمي وكل طيب ولد عمي طيب شباب مساكم الله بالخير على بل ما يوصلون الشباب أو شيء العشر عليكم مباركة عسى الله يتقبل منا ومن المشاهدين طيب الأعمال وإن شاء الله يبلغنا عرفة حنا وأحبابنا وأهلنا وحنا بصحة وعافية وعيد علينا عواما عديدة وأزمينة مديدة هنا نحن نرفل بثياب الصحة والعافية في هالعشر الواحد يعني ما وده يبخل على نفسه أبدا سلام حياك الله هل في الزعلان علي لا إن شاء الله يا مرحبا طبعا زعلان نتكلم عن الفقرة بس يعني سلام الله حيهم يا هلا من سيت من نور السرور طبعا في هالعشر الواحد ما يبخل على نفسه أبدا في أي عمل خير يفعله الواحد ما يدري وش من عمل يقدمه فيها الدنيا ممكن يكون شفيع له يوم القيامة في إنه يدخل الجنة من أوسع بوابها وإحنا عندنا وقف نعتز في إن الوقف هذا إنه ضمن أهداف البرنامج اكتمالي وأهدافكم أنتم فثلاثمائة ريال تكفى اليتيم مدى الحياة في هالوقف فأودي أسمع من السفراء قبل العاد لنختار منه المتابق ونعرف منه أهل المتابق فأبدأ معك يا عحبيب عبد الله وقف اليتيم هم بحاجتنا أول شيء تجارة معرأ من الله لأن شيء أجر وأيام مباركة وما بقى شيء إلى سبين دمية وإنه في عشر أيام هذا نقفر كامل الوقف لأن اليتيم والله بحاجتنا ومكة أجر فيها مضاعف أرض مباركة فأتمنى أن نقفر الوقف وجزاهم الله ألف خير يا سلام فنغتنم شرف الزمان وفضل المكان وثلاثمائة ريال الواحد والله أنا يدفعها أحيانا في أي شيء مثلا من مشاغل الحياة ولا من مكملات الحياة وينسها لكن بإذن أنك تدفع إن شاء الله وتحصلها يوم القيامة مسعود السلام عليكم السلام عليكم اليتيم بفزعتنا ووقفتنا الحين وإن شاء الله الرجال الأعمال والرياجين في يوم خير أنهم خلينا الحالة وفي ذلك التجارة اللي يغير عن التجارات الباقي التجارة رابحة مئة في المئة يا سلام وهم مثل التجارات اللي ما تدريكة مربحة الله يبيض وجهك وعلى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتي يا سلام الله يبيض وجهك يا حبيبي والأرقام ظاهرة على الشاشة فإحنا برضو كمان نتمشادي نحيلك ونعطيكم الصحة والعافية في تحقيق الهدف هذا لكن برضو كمان نطالبكم بالمزيد والمزيد إن شاء الله في هالعشر اللي عسى الله يا رب أن يتقبل منكم طيب الأعمال وتأكدوا أو حطوا في بالكم أنكم طالما أنكم تدلون على الخير الواحد منكم كأنه فعل الخير حديث الرسول الله صلى الله عليه الدال على الخير كفاء عليه سام يا مسؤول أنا سويت مبادرة همس أنا وأخوياي أنا أعط كلمة لش تقول اليتيم وبيمنك خدمة بس أنك تعطيناك كلمة بعد تكتب اليتيم شو تقول؟ عيوني لك هذا المجال عندنا أكتب بالأحمر أبو شاهم بأكتب بالأحمر عشان يزودنا وشرهنا ويحفزنا الله يطولوا بمعبك الله يعزكم فيكم البركة كلمة الله يسعدكم وعسا الله يبيض وجيكم أنكم أخشرتوني بالأجر سأله يتقبل منهم طيب العمال خلصنا استعين بالله سوكر على الله في لحظة لك المرة الأولى كان عبد الله محمد وكان حظه سعيد في أنه التقى بأهله والمرة الثانية ثامر مدعث والحظ ما حالفك وإن شاء الله أنك بتشوفهم عما قريب أما شفتهم يوم السبت هذا شوفوا مش هالله نهاية البرنامج اليوم وما أدراكم اليوم كان خواطركم ما هي بطيبة مرة ولا لا لأني أشوف حمادك يطالع فيني بطرف عين طايخ من عينك أنا بالي لا والله أنا أمزع لك بشي لا والله بس أسألتك صعبة أسألتك صعبة أسألتي صعبة طيب متعة المسابقة إن نسأل بالعمق والصميم ما المشكلة؟ حتى هذا تعفور كبير وصغير وإذا أهلك الشاشات تشتغل إن شاء الله والمخرج يسمع إذا أهلك ما جاوبوا نقول الأهل المتابق مع السلامة في أمان الله عادي أنتم ما جاوبتم فما تقبل وددكم سمي خالب كل ما زادت الأيام كل ما زادت الصعوبة على اللي بيجو صراحة كل ما زاد الشوك كل ما زادت الأيام بعد ترى الأربيز ترى ما أسمع الصوت مم مرة واضح والله أنا ما يسهل حتى عندي أنا الحمد لله عندي قلب ترى وعندي مشاعر وعندي لكن عاد واضح يا حبيبي حنا عشان تكونوا بالتصور وهذا الشيء هذا أنا قلته بالحلقة الماضية واللي قبلها وقولها الآن وأكدها إن أهل المتسابق أول ما نتواصل معهم نقول ترى شوف حط في بالك أنك ما راح تكابل المتسابق أنت تبغى أهلا وسهلا بالعكس الله يحييك ما تبغى فأبدا معذور وفيه من أهاليكم اللي اعتدروا بدون ما أذكر منهم الأهالي اللي اعتدروا حقهم حق ما اللي بيجوهم فعبدا يتحملون يا مسابقة أنا متأكد أن أبوي لو شوفني راح يطيق لي إجابات خطأ يقول فرّة هذه خلّه عندك لا يجي ليه للدرجة هذه ما يبغيك بإن شاءل لا وهي يطيق علي دائما الله يا حضي يخلي لك طيب اتوكل على الله مخرجنا العزيز نبي شوف منه ضيف لحظة لقاء مع المتسابقين وأنت اللي تختار بالكاميرا يا يوم الله واليوم الهاشتاغ هاشتاغ سكريبت كم الله من الجميل هذا ما شاء الله اليوم هاشتاغ سكريبت كم ستة واربعين ستة واربعين ما شاء الله حافظينا هاشتاغ ها ما شاء الله قدمين يقولون لنا طيب هل نحظه شونا نحظه توقعكم أنتم يا مشاهدينا منه ضيف اليوم يعني أتوقع فيه تسريبات طلعت شفيها الشاشة كده تكسر ولا مورها طيبة يعني لا طيبة الشاشة الثانية ما تكسر أوكي إي أوكي لا من جمالي ما تحملت الشاشة صح الله طيب مخرجنا بسم الله توكل على الله ابدأ وعطنا منهم وتسابقنا وضيفنا الليلة في لحظة لقاء الشيخ الشيخ عبدالله أم سعد أم حبيبنا سيّاف خدوب خالد الدوسري أم خالد أم دام طيب عبدالله ما الذي يهيب السبيكر من قفلنا هنتم يا شباب فاو لا لا سبيكر سبيكر ما قلت المايك سبيكر أيوة و لا تكفلونا تكفونا يا شباب ها أم أم أجل أجل لازم نعيشكم هالأجواء هذه ريان بسام الله ما صوت؟ حمادة عبدالله محمد ها ها نايف الحزيمي ها 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 سلطان الهميلي ها ها أنت اللي غثيتني و ها أنا غثيتك أنا غثيتك طيب أتفاعمل لك بعد الحلقة لا ما مقصني المتسابق نواف الاعتيبي الله المتسابق نايف الحزيمي أم المتسابق حمد المري يا ترى من هو ضيفنا لهذه الحلقة في لحظة لك؟ عبدالله محمد مشة على النزي حمد يا حمد يا حمد يا حمادة تعال يا حمادة واستريح عشان ما نقطع الكاميرات استريحوا قبل لا يقول ولا حرف تعال تعال يا حمادة شباب نستريح شباب نستريح استريحوا استريحوا يا رجال حمادة حمد المري الاختيار وقع عليك اليوم وفي خاطر كلام و ايش تقول في خاطر فرحة الحمد لله الحمد لله وحزن بصعوبة الاسئلة الله يتملك شباب نستريح شباب نستريح شباب نستريح شباب نستريح مانا بخاصم على أحمد الحية مانا على دولة لا يخاصم والله ما تكون حرف لا ارجوكم ما احد يضغط على المتسابق في اتخاذ قراراته ممكن انه ما يوصل المرحلة هذه اصلا فأخلوه من الأسئلة ممكن أن يقابل فلا أحد يضغط على الثاني مسعود ما أحد يوصي أرجوكم ما يحتاج هذه آلية المسابقة وبالنهاية هو اللي يختار ويقرر أرجوكم انتهى حماده الرجال طلبك بس أنا ما خلا يتكمل طلبها أنا اللي أطلبك طلب عطني الأمان يا أخي أخاف منك والله أمر 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 ما تجيني وتكسرني وتضربني شيء زي كذا أموري طيبة أكيد أفعظ عليك أفعليك استعدنا نظر باستاذنا طيب أنا أوجه رسالة للمجلس الإدارة أنهم يطلعون مقدم بذلك أنا 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 خايف يا جماعة لا بس أبو نايف أرجوك أرجوك أنا ترى اليوم أشتكي من صيدري ألف سلامة عليك وقبل البرنامج قالوا المشكلة عندك ما هي بعضوية مشكلة نفسية إن شاء الله أن اللقائي إذا تم إداوي نفسية سهل الأسئلة إداوي نفسية إن شاء الله بناتي بتشوف يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حمد Ahmadi يا كلم انا somehow يا حمدّ يا حمدّ يا حمدّ يا شله σابق والله العظيم ما أخصم على أحد وهذا رائع ما لكم يا شباب والله مخصم علي يا جال يا حمدλλى شباب 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 تنبيه مهم جداً بهاج سامعني ثامر ولا أحد يطلع ترى المرة يراحت ترى والله أنكم زعلتوني ودمحتها يوم طلعت ووصلتوا لهناك هي سياسة مسابقة وألية مسابقة ما أحد يطلع وطلعت أي واحد منكم مرفوضة تماماً والكلام ترى موجه للجميع شباب والله لأزعل على المستوى الشخصي اللي يطلع منها المجلس هذا تلبكم زعلان أبشي نرى الله يباكم حالشان أخيكم حماده لا أحد يطلع المهم مهم في حديث دعواتنا معك دعواتنا معك تطلعون في حال تنبال لقاء بإذن الله بإذن الله يلا بسم الله يلا يا حسابي شباب يلا بسم الله بسم الله سكروا باب سكروا باب نايف عجل 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 لي نايف وقفوا لئب سكروا باب لا فاق 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 يا أحمد أحمد لا أحد يطلع لا أحد يطلع لا أحد يطلع إن شاء الله لا يحتاجون انت مسؤول الله يحييك يا أحمد و يبقيك الجمهور لا يدري وأنا أشكر أهلك وأحييهم على أنهم حفظوا وسر في أنهم لا يبلغون أحد ولا يتكلمون ولا يوصلون أي معلومة أنت عارف أخوانكم واللي جايين اليوم أنت عارف سياسة المسابقة و عارف أليتها حمادة نتمنى أنك تتمالك أعصابك لا بإذن الله الأمر سهل و عشان فيك كبير هي مسابقة إن تم اللقاء فنكون مبسوطين ما تم اللقاء فهي مسابقة يعني ما هي نهاية مطاف ولا هو خروج من الجنة ولا هو خروج من الحياة هم النهاية إن شاء الله بتجمعكم الليالي قريب أسهل يا أبوناي أسهل يا أبوناي أنا أتلذت باختيار الأسئلة أنتو فيكم بردة انتوزيات تتلذذون تعذيبنا ليس نتلذذ تعذيبكم نتلذذ في كيفية نصنع المسابقة مو بعجبك؟ لا عادي إذا مو بعجبك ننزل الريش أخليك قدمت بداية أسئلتك ذي أدخل فيها التوفل طيب شوفوا ما رأيك أنا عندي مقترح اليوم أهلك اللي جايين طيب الأسبوع الجاي أنت جيبها لي و أنتقدمها المسابقة ما رأيك؟ والله ما تقابلهم ليه؟ والله ما تقابلهم ليه ما أقابلهم؟ أعطيك أسئلة ليه؟ ماذا أسئلتك؟ يعني مثلاً أعطني سؤال بتسأل أهلي فيه مثلاً ناصر الحربي أيوة في أي كم مقاس الفنينة الداخلية؟ في أي لحظة أيوة في أي سكريبت أيوة كح عند الباب دائما كح أنا لا ذيك الكحة اللي عند الباب لا 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 أعلمك أهلي أي سكريبت بيقولونها أنا طول وقت أكح على طول أنا دائماً أقول إن شاء الله أني بقابلهم بإذن الله إن شاء الله أنك بتكابلهم بإذن الله اتفضل يا حمادة بإذن الله ضكرة عافية حمادة ما أدري والله ما أقول لك ولكن عاد مستعد بإذن الله سم مستعد رغيت تعطيك ورغيت لأسئلة فيها اغتراحات كتابة طبعاً أتفضل يا حبيبي ألقلم معك شباب الكنترول ترى مكيف طافي هنا ولا عادي يتحمل أجوالي لا ما عادي ما شغله أنا طيب شغلوا مكيف الله يسعدكم شباب الإنتاج عارب حمادة كيف تشغله بس ما أدري أين سويتي طيب بلغوني أي خلاص أنا بدخلهم الآن طيب على بالما تضبط المكيف في ضيوف عندي غالين علي بروح أجيبهم قبل ضيوف حمادة ترى ما قفلت الباب ها أعطوني الضيوف اللي عندكم بالكترول يا شباب ضيوفنا ضيوفنا الله يحييهم هم لازم يكونوا موجدين معنا يا مرحباً الله يا جماعة الخير لا تلومونا يا أخي صدق الوضع مرة مرة يعني مرة مرة الوضع صراحة أنا عني ما أقدر والله أقابل هالحالة وواجه الحالة هلا وسهلا حياك الله يا أحمد وأبو أحمد حلو سهلا حياكم الله يا مرحباً أخذكم العافية تفضلوا حمادة لا تلومنا يا أخي هذه مسابقة وعادي احنا بناخذ احترازاتنا واحتياطاتنا تفضلوا مفتاحي حبيبي يا أحمد نقفل الباب لا يوجد مشكلة كنترول بلغوكم واحد منكم يكون موجود هنا واحد يكون عند الباب حمادة لا يوجد من ما يوجد من المستعددة هذين هذين يجبون يجبون يأخذ احترازاتنا واحتياطاتك احتياطاتك أحذرهم علينا طبعاً يا حماد سامحك يا حبيبي كيف حالك يلالة يلالة حماد يلالة موفق يا حبيبي يلالة مكيمة شغله طيب شغلون مكيفة يا كنترول دعوا الوحد يدخل معي كنترول طيب أعطونا التوجيه الشباب عندهم داخل ولا برة طيب طيب نقفل الباب أرسلوا لنا الريموت يا شباب أرسلوا الريموت لنا تابع تكونوا موجدين هنا شباب قفل الباب معك ولا قفل مرة تمام تكونوا موجدين هنا للاي هينكم طيب كذا جاهزين روح نجيب أهل المتسابق بسم الله اللهم يسر الأمور اللهم يسر ولا تعسر لا تلموا إني يا جماعة الخير البوديقارد اللي موجودين الآن من باب يعني أن ناخذ احتياطاتنا الأسبوع الأول عبد الله محمد ما قابل أو قابل أهله بالأصح الأسبوع الثاني ثامر مدعث ما قابلهم اليوم وأتوقع ما ممكن تكون الحلقة الثالثة ما دري العيد يعني ما دري أجيب أهلهم نشوف ترتيبها بعدين لكن ما دري هل إحنا نستبشر فينهم يلتقون ولا الله أعلم دعنا نروح ناخذ أهلهم بسم الله شباب أحمد إذا جابوا لكم الريموت بس شغل المكيف وقفلوا الباب مباشرة من دون ما يطلح حمادة يعطيكم العافية يلا بسم الله ضيوفنا الغالين يا مرحبا حياكم الله أهلا وسهلا حياك الله العهد قريب يا حبيبي يا هلا يا مرحبا يا مرحبا يا هلا الله حياهم قف الله أنت الله يسعدك يا مرحبا حياكم الله شخباركم الله حياكم ساكم طيبين يا عزك يا حبيبي الرسم الكريم بتال مري والله نعم معلك زود عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن أنت أخو حمادة الله صحيح والله نعم فيك معلك زود وفي حمادة ونعم في حبيبنا الغالي معلك زود ما يوجد في حمادة 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 أردنا أننا نأخذه معنا تأخذونا طيب يوم السبت إن شاء الله اشتقنا لهم ودكم تأخذون السبت اشتقنا لهم ودنا أنه يطلع بمركز لول وبيجابيات أو السلبيات يعتبر أنه واقعي هو حمادة أنتم اشتقتوا الحمادة وحنا ما نرضى يعني على حمادة إلا إذا أهله راضيين فهذا أمر ثاني عشان كذا هذا حمادة قدامكم هذا هو أرحب يا بهادي أرحب يا كلا هذا حمادة فإن كنتم متحمسين للقاء فلا سلا إن شاء الله نطرحها لكم يجب أن تجاوبون عليها بإذن الله سمعونا صوت حمادة يا شباب مرحبا بهادي حياة كلا يلا حيهم مرحبا بهادي حياة كلا عزاك طيب عرفتهم يا حمادة حمادة صلح جلستك معلش عشان مايك يلا حيهم عزاك الله حالي عزاك طيب عرفتهم يا حمادة عزاك بخير يا مرحبا ومسهل ولمقاء شوانا قلبك طيب أخبارك أبشركم طيب ومخير حطم عليح الرأس بإذن الله نحن بنحل سلا ونفتح الباب إن شاء الله بإذن الله يلا أعطك العابة يا حمادة نفتك في شرالة يلا بسم الله تظروا هنا يا جمعة الخير شمعون لكم والله بشر ساكم مرتاحي أنتم مجيتم من مشوار بعيد نعم مشواركم والله عزيز على قلوبنا فطوتكم عزيزة الله يسلمك لكن عد هذه سياس المسابقة وحنا من قبل أصلا للمسابقة بلغناكم كنا ترى ممكن تواجهوني وممكن ما تواجهوني نعم فهذا يعني هذا الصدق على قلتهم هي مسابقة وما في شهي زعل إن شاء الله عارفين أنتم آلية المسابقة نعم نعم عارفين الآلية أنا مر طيب فيها والله يكتب لي في خير يلا بسم الله هاجل دعونا نبدأ نبدأ مباشرة أسئلة عن حبيبنا حمادة والأسئلة من صميم وعمق البرنامج شدوا حيلكم عافظ في الإجابات إن شاء الله أننا عاد ما صعب من الأسئلة عليكم بإذن الله إن شاء الله طيب السؤال الأول حبيبنا بتال بتال وحبيبنا عبد الرحمن السؤال الأول عن حمادة حمادة من يومين هذا السؤال الأول نعم قفلوا الباب لاهنتم إذا فتحتوه شغلتوا المكيف من يومين حمادة يوم تم استبعاد المتسابق عزيز نعم رفس الباب ودخل أكيد شفتوا اللقطة هذه نبغي نعرف كم كانت الساعة الساعة لقطة شهيرة جداً هي شهيرة بس الساعة تبغاها بالضبط يعني أبغاد توقيت عادي يعني توقيت مطارب أو لا؟ داخل ترك الدوسري دائماً أجيهم ماذا حلو ثابت من الدخول أي مشكلة يجيهم أنا أقول لكم أشخاص أو بتشبت أعطوني الباقروند يا شباب لمن سامعنا عندي هنا طيب ها بتشبت توقع تشبت تنتخل ها يا بتتاب نوطك عشرة ساعة عشرة نعم طيب هذا هو السؤال الأول وأنا بعطيكم الإجابات بعد شوي ما هو الآن السؤال الثاني فهد بمعيان نعم حبيب حمادة وصاحب المشاكل مع دائما أبدا ما يحتاج يوم من الأيام تشاد هو وحمادة على الهوار وقال أنه أنا اللي صنعتك وأنا اللي دخلتك على اللجنة وحمادة كان يتكلم عنه وكان ما بينهم شد وجذب وأخذ وعطأ وطول النقاش والنقاش صارت له ردة فعل والفيدباك عالي جداً عليه السؤال كان في أي فقرة السؤال يعني من شقين أي فقرة كانت واضحة أتوقع لإجابة وفي أي سكريبت يعني في أي يوم والله حسرتكم إن شاء الله حين نقدر نجاوب عليه هيا أزرهم هي بسهلة لكن إن شاء الله الشخص اللي هو طلع إن شاء الله هني يعرف الجواب نعم نحن تابع بالسمرار لكن ترى حمد من الناس اللي ردت فعلهم دائماً كثيرة في يظهر في البرنامج وفي الحلقة الوحدة يظهر أكثر مرة فصعباً نحن المقطع هذا ترى سبب إنشار مرة كبيرة أعز الله يوم تهاوش هو فهد معيان عن الهواء وأنا اللي صنعتك وأنا اللي دخلتك على اللجنة لا كان عندي التقييم 50% وخذ الحوار يعني فترة طويلة جداً أول شي كانت في أي فقرة فقرة فوكس فقرة فوكس ممتاز لكن السؤال في أي يوم اليوم أو تبغي التاريخ أو اليوم أنا أتكلم عادةً إحنا اليوم سكربت 46 أسوار 6 أسوار أحتاج الرقم شغلت المكيف خلاص؟ نعم شكراً ما شغله يا بناي اسمحوا لي بوقف سم ما شغله طيبة أتأكد لك منهم الآن شوفوا لي المكيف لا أنتم شباب البودكارد الأمور عندكم طيبة أممتاز 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 لا، لا تأخذ الإجابات منه هيا حبيبنا أنا أعطتك 24 سكربت 24 حبيبنا بتال وحبيبنا عبد الرحمن عبد الرحمن صحيح فهد معيان المشاهد الكلامي الذي حصلت ما بينه وما بين حمادة في يوم قلت كم؟ 24 24 إن شاء الله أنه صحيح بإذن الله طيب السؤال اللي بعده في مصارعة صارت ما بين نواف العتيبي شفتوا المقطع صح؟ نعم يلا في أي يوم طبعاً مصارعة صارت ما بين نواف وما بين حمادة بين نواف وبين حمادة نعم وحطينا الكناب وجلسة وكذا بعدها سلطان أتوقع سلطان هنيلي مع بالضبط نعم كويس أنكم متابعين لا أنتم من ناحية متابعة فهي متابعة عندك متابعين بس مشكلة المحافظة عبد الرحمن أنت عيونك الحمادة هل هو يعطيك إجاباتي من رلك شيء؟ مشكلة ما ما رقضة مضبوط لكن حمادة سرى لو تغش اسمح لي إذا تبي توصل إجابات ولا شيء أقول الله يحفظهم يمشون لو أنه زرغالي أمامه بيشوف مناك إجابة أنا أشوفك زين ما شاء الله لا إله إلا الله عبد الرحمن أول واحدة خطأ كبير القدر والمقام غالي يا حبيبي ترى هي قريبة ترى ترى هي قريبة يعني قبل أسبوعين أو أسبوع ونص عشرين نعم حولها أسبوع ونص أو أسبوع في ضيوف عندنا جايين ستة واربعين ستة واربعين ستة واربعين تقريبا الآن ستة واربعين نقص منها حب نعطيك احتمال كم ثلاث ثلاثين ثلاث ثلاثين صحيح المصارع اللي حصلت ما بين نواف وحمد حصلت في ثلاثة ثلاثين وثلاثين حسب كلام حبيبنا كان يسمع الباب يديك ولا يكنترول الدرس ها؟ صحيح ماذا؟ نعم بسرعة نعم في أحد جاي؟ نعم نعم حنا سألنا ثلاث سئلة شفيه كنترول اروح اشوف اسمحولي خبراتك كبيرتك الله يعزك مرحبا ومسهلة بنات حبيبنا الغالي حمادة مرحبا مرحبا يا الله ارحبا ارحبوا تعالوا هنا امو نايف لبك امو نايف خلهم تكفى تكفى يا امو نايف والله لأولا فقرتك انك سرداء يا مرحبا الله حيه شكرا لك حيه لأحل قريب يا هلا توتا مهرة شخبارك حلا بسم الله عليهم هذا مين ازيغاني هذا مين هذا منهم ابي الله يحفظهم لك يا حماجة هذه مسابغة توتا مسابغة الله يحفظهم يخليهم لك الله يزاك خير توتا مهرة هلا هلا هذه مسابغة مسابغة يطلعوني الحين يلا بسم الله نريد نجلس بسم الله شي اسمك حبيبتي مهرة بسم الله عليك حسن الله يحفظك يا رب ويحفظ لكم الوالد خليه لكم يا رب يا هلا يا هلا وسهلا تحبين بابا اكيد بسم الله عليك لا تضحين يا بابا يا هلا كيف حبيبنا مهرة ساك طيب تعرفت الاسم كريم مهرة مهرة والله ونعم يا عبيد يا هلا ويا مسهلا الله حيهم استريحوا Psychicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic الله تقرأ عيونك بصلاحهم بإذن الله بإذن الله الله إزاك خير حنا نريد أن نكمل الجولة سألناهم ثلاثة سئلة ونريد أن نكمل الجولة وإن شاء الله لحظة اللي قال أنها تحصل بإذن الله بإذن الله بإذن الله طيب نحن سألناكم ثلاثة سئلة نعم السؤال الأول متى دخل حمادة على الإعداد وكنت أقول لكم أعطوني من الساعة كم إلى الساعة كم فجاوبته الساعة عشرة وكان الوقت عشرة ونصف فتعتبر إجابة صحيحة لكم سؤال اللي هو السؤال الأول السؤال الثاني في فهد ومعيان والمشادة الكلاميين اللي حصلت ما بينه وما بين حمادة انتم جاوبت في 24 والإجابة معلسف الشديد إنها في سكربت 12 فمعناها يا حمادة إني جابت السؤال الثاني خطأ ولكن إن شاء الله يعودون في بقية الأسئلة خففها يا منايف خففها ما بين أسئلة هذه أنا ما عارفها وغاسم بالله ما عارفها أنا إي أنت ما تعرفة لأنك عايش هنا هم المفترض عارفين كل التفاصيل يا حمادة أنا حايدك عني تابع البث 24 ساعة السؤال اللي بعده المصارع اللي حصلت ما بين نواف وما بين حمد في أي مكان شفتي المصارع اللي مع بابا اللي على الهواء ما تابعتها تابعون بابا ما تشوفونه على شاشة؟ ما تشوفون بابا ألا نشوفها مع جدتي بس حنا ما نفتح جوارك الله يحفر لك جدت يا رب طيب السؤال عن المصارع اللي حصلت ما بين حمد ونواف صحيح إن شاء الله أنتم ذكرتم أن السكريبت 33 والإجابة مع الأسف الشديد سبعة وثلاثين كم قلنا؟ أنتم قلت ثلاث ثلاثين فهذه ثاني إجابة يا عبد الرحمن ويا مهرة ويا توتة خطأ خطأ لكن اللي باقي سؤالين إن شاء الله أنكم بتحوضون فيها بإذن الله السؤال الرابع حمادة في فقرة تحت الضوء اللي كانت في بداية البرنامج سبوتلايت اللي على المتسابب اعتذر عنك ما للفقرة نعم ليش؟ بسبب بنتها الله يشفيها بسبب؟ بسبب بنتها الله يشفيها يا سلام بكروا بنته مكان راضي على الشيء طيب صدق من الشيء هذا عسى الله يجمع لها ما بين الأجر والعافية زاك الله خير والإجابة فعلا لأنها ذكرت بنته جواهر فحمادة انسحب من فقرة تحت الضوء الإجابة صحيحة وعندكم سؤالين صحيحة وعندكم سؤالين خطأ وباقي عندنا سؤالنا الأخير في سكريبت 13 أول عرض وأول إبرايم اللي هو العرض الأخير حمادة كان ضمن الأشخاص اللي محددين في البرايم في مشاهد ارتجالية تذكر الفازة اللي يسحب الورقة نعم ويقرأ المشهد الخاص فيه ويمثل أول عرض أخير شارك في حمادة ما كان عنوان المشهد كانت في لحظة حاسمة جدا لحظة البرايم فأكيد في وقتها أعصابكم جدا مشدودة الباب يدق طيب طيب قبل لا تجاوبون هاي كنترول العرض الأخير أول حلقة أكيد أن الأعصاب مشدودة جدا فأنا مستحيل أنها تفوتني أي لحظة كل لحظة كانت دارجة على الشاشة فيما يتعلق بمتسابقنا أكيدني أذكرها فالمشهد الارتجالي كان مشهد برضو كمان حاسم إيش كان عنوانه؟ هو اليوم كانت توقع يوم قلد في هذا الحيان الله يذكره بخير الارتجالي الارتجالي يوم قلد في هذا الحيان يوم أعطاه البكية نفس بكية في هذا الحيان أوكي بس وش كان عنوان؟ أعطاه البكية 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 بسم الله عليها استريحوا استريحوا يا رجال استريحوا يا رجال يلا السؤال الأخير ها عرفتوا الإجابة أشوف أتوقع أنها صحية أقول لك أعطى الضحكة ضحكة فادحيان طيب أساسا بس أخذ رأيها لا يوجد مشكلة أبدا تشاوره يا حبيبي هو السؤال في سكريب 13 أول عرض أخير بالبرايم وإش كان المشهد الارتجالي اللي وقع عنده حمادة ومثلة وكانت ردة فعل لجنة التحكيم جدا جيدة عن التنفيذ عبد الرحمن أنا أقول لأسواك أنا أقول لأجهد نوري ما أحدوه يبكي يا أبو لايف ما أحدوه يبكي ما عنده حاجة دلهم ما كانت الإجابة إجابة عبد الرحمن سم أنا أكثر الجبات أعطيكي عبد الرحمن سمي عبد الرحمن سواق صح حمادة جاوب أن الإجابة صحيحة بس كفلوا لي صوت حمادة على أساس ما يكون فيه فرضه كمان أي تداخل في الأصوات فيما بينهم طيب الإجابة سواق على إجابة اسمح لي يا مخرجي موقف إجابة السؤال الأخير فعلاً كان المشهد الارتجالي سواق مغتربته وواصل فأنتم جاوبتوا على ثلاث أسئلة وسؤالين خطأ وهو المفترض على الأقل أربع أسئلة من أصل خمس أسئلة فإحنا الجولة الأولى يا حمادة ما حالفنا الحظ تمنينا أن تجاوزناها مع أهلك وأحبابك لكن إن شاء الله المرحلة اللي بعدها بما أنه ما توافقت الإجابات فإن شاء الله أنها تتوافق الأرواح بإذن الله أحبب القلم أحبب القلم أحبب القلم أحبب القلم تعال يا حبيبي بسم الله عليك بسم الله عليك يا بابا ما أحبب القلم أحبب القلم ما أحبب القلم ما أحبب القلم ما أحبب القلم تعال تعال معي يا حبيبي تعال بسم الله عليك بسم الله عليك الرحمن الرحيم تعال هنا أحبب القلم أحبب القلم أحبب القلم بسم الله عليك طيب المرحلة اللي بعدها المرحلة اللي بعدها مرحلة توافق الأرواح فضل يا حبيبي حمادة الكرت والقلم موجود عندك صح؟ جاهز؟ جاهز احنا يا حمادة في الجولة الأولى ما تمت فأجابوا ثلاث أسئلة من أصل خمس أسئلة لكن الجولة الثانية إن شاء الله هنا بتكون جولة سهلة بسم الله عليك يا حبيبي مناف طيب عطم سؤال أخير انتهت الأسئلة يا حبيبي تعال تعلي أسئة أسئلة تعال يا بابا أحتاج قفلوا صوت قفلوا صوت السبيكر هناك عند حمادة وقفلوا صوت السبيكر عندي هنا أحتاج أنكم تكتبون من واحد إلى عشرة رقم واحد فقط في حال توافقت الأرقام وتوافقت الأرواح فبإذن الله اللحظة اللي قاة راح تتم فأتفضلوا أنا بخذ رايت إيها بدن خذ راحتك توتا بسم الله عليك توتا توتا أبيد توتا 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 يا ماما توتا 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 كتبوا الرقم في الجولة الثانية كتبوا الرقم في الجولة اللحظة 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 لا كتبت الرقم كتبت الرقم ايه اكتب رقم رقم اكتب رقم من واحد إلى عشرة اكتب فقط رقم واحد رقم من الأرقام هم اكتبوا رقم عندي وأنا أحتاج أنك تكتب رقم ونشوف يا حمادة إن كان في تواثق ما بين الأرواح بسم الله واستعنا بالله يلا يا حمادة تفكر على الله قد اكتبوا الرقم اكتبوا الرقم هذا هو الرقم معي يلا نختصر الوقت يا حبيبي على أساس ما نرعب بالعصاب أكثر معك من واحد إلى عشرة حمادة خل عيونك معي هنا لا هنت خل عيونك معي لا هنت هنا تسأ كذا ولا كذا كتبت الرقم يا حمادة أشوف حط الكرت هنا 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 على القزاز يا حبيبي مخرج الرقم باين معك مخرجنا طيب وهذا الرقم اللي هما كتبوه الرقم اللي كتبته يا حمادة هو رقم تسعة والرقم اللي هما كتبوه مع الأسف ما حصل فيه توافق في الأرواح أبدا فهم ما كتبوه رقم واحد حمادة تفضل يا حبيبي لا هنت خل معك الله يعزك مع القرم حمادة انتهت الجولة الأولى اللي هي في يديهم القرار الأسئلة وانتهت الجولة الثانية توافق الأرواح مع الأسف أنها ما تمت باقي الجولة الأخيرة اللي ما بينك وما بين أخيك وهي مسابقة يا حمادة ما رح أختارنا أخيه والأمر طيب ما رح أختارنا أخيه أجل بس أعد النظر في الجولات أسلتك صعبة عطوا سؤالك الأخير في الجولة الأولى لم يسؤال أخير؟ حمادة احنا تجاوزنا ووصلنا للمرحلة الثالثة ترجعنا أنت لسؤال الأولى لا لا في مرحلة فيه سؤال خطأ في سؤال خطأ جات فيه سؤالين إيش السؤال الخطأ؟ أنا حق يرثي إيش السؤال الخطأ؟ يوم مشادتي مع فهد معيان كان فيه سؤالين ليس بسؤال واحد كانت في أي فقرة؟ لا 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 أنا كنت أسألهم سؤال عادي يقول في أي فقرة كانت فوكس أوكي فهد معيان وين يطلع بالمطبخ؟ أوكي طبيعي سؤال والسؤال الثاني كان في ذكر بالكم أنا أعترض على السؤال هذا أتجوك بونايف أعترض عليه سؤالين في سؤال واحد خطأ ومن حقي أنك تعطيهم سؤال جديد اعتراضك يا حمادة على عين وعراسي ولكن لن يتم معادة السؤال لأن السؤال كان في أي يوم ما كان السؤال في أي فقرة أنا كنت أسألهم بمجرد سؤال فهد معيان فقرة فوكس وهذا الشيء هذا طيب أنت أخطأ بالسؤال سؤالين أتمنى أنك من باب تعطيهم سؤال من باب العدل حمادة بونايف خطأ حمادة اختر واحد من المتسابقين يفديك بثلاث ألاف نقطة لمقابل أنك تلتقل ما راح اخترحت ما راح اخترحت لكن يرجوك عد النظر في سؤالك والله عظيم ظلمتني والله أنك ظلمتني لا أنا ما ظلمتك يا حمادة هي خمسة سئلة خمسة سئلة أنت سألتم ستة أنا سألتهم خمسة سئلة لا سألتم ستة وأجاوة طيب أوكي سؤال فقرة فوكس خلاص يلغى لا عطنا نقطته ألغ ذاك سؤال سكرمت كم وعطنا نقطة فوكس حمادة والسؤال واضح قلت أنت كان في أي فقرة وفي سكرمت كم طيب هم حلوا نص السؤال السؤال ذا يلغى وتعطينا اندرجته أو تعيد السؤال لهم أنا شخص أطلب حقي ما طلب شيء عيالي جاييني من الحزاء الله يحفظ أرجوك بنايف عد النظر فيها أرجوك أرجوك السؤال وانتهى أنا أحتاج منك الآن تحدد واحد من المتسابقين يفديك بنقاطه وهذه مسابقة بالنهائة حمادة في شيء لازم تأخذه بعين الاعتبار أن قبل أن نسق معهم أبلغناهم ترى ممكن لحظة اللقاء تتم وممكن ما تتم فوافقوا على الشيء وافقوا على الشيء هذا في أنهم عارفون أنه ممكن يتكابلون أو ما يتكابلون أنا أدري وهذه مسابقة بالنهائة أنا أدري بناي بس هناك خطأ عندك خطأ في أسئلتك سؤال كان يحمل سؤالين حمادة جوابوا على واحد منهم أنا بنقطة للسؤال عطني آه اختصاراً للوقت السؤال لن يعاد لن يعطى غير أسرع أنا ما راح أختار أحد من أخي لازم تختار واحد من الشباب المتسابقين يفتيك أو إحنا نعتذر منك يا حمادة ما راح أختار شباب شباب سكروا الباب شباب سكروا الباب قلّ ضع أرجع بهج بهاج 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 لا لا شباب أرجع تار تعال سلطان ارجع ليسкольку البيان أرجعوا أرجع انتويا سلطان أنا إليون سلطان ألقائي لا أسمع منك شيء فوه احيانك ارجعوا شباب ارجع ارجع هدوية ارجع خلاص ارجع كلكم ارجعوا بسام ارجعوا سلطان خلاص ارجع 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 والله هم ترجع والله هم ترجع والله هم ترجع سلطان سلطان اقدم دقيقة اهدأ 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 شباب شباب كلكم بالصالح شباب لو سمحتوا شباب شباب والله لالغي الفقرة والله لألغي الفقرة يا شباب تفضلوا ارجع طيب ارجع طيب ارجع ارجع أحمد ارجعهم اهدى مالك دخل ما لكم دخل شباب شباب هذا آخر تنبيه والله لألغي الفقرة والله لألغي الفقرة تماما نايف الحزيم تفضل بحاج تفضل يا حبيبي تفضل يا شباب ارجع يا ولد عبدالله الشهراني ارجع تفضل يا شباب ما عندك سلطان هلأ هي ما هي بلعب سلطان احترمك احترم البرنامج ولا عمرك اللجز على اي فقرة ولا اعترض اما يخصم علي ولا والله لاجي بناتها انا واشي لن يدخل سلطان ما احترامي الكامل سلطان سلطان تعال اندي هنا ما اقدر تعال اندي ما لك كلمة يا بحاج يا احمد رحيم انا اتفاهم معه انا اتفاهم معه خلاص يا رجال مسعود خلاص فضلوا داخل يا شباب سلطان القرار اولا واخيرا اسمعني القرار اولا واخيرا ما كان يحق لك حق ابدا في انك تطلع من الفقر نهائيا القرار اولا واخيرا عند حمادة حمادة هو اللي يقرر لكن فكرة انك تطلع وتطق على صدرك وانا اضحي ابن خاطر انا اضحي انا اضحي ما هم مطول والله يا بناتي ان شاء الله ان شاء الله قابله طيب دقيقة حمادة تقبل تقصم عليه عندي ارجع سم سلطان ارجع والله انت ارجع والله انت ارجع والله انت ارجع ابو نايف انا احترم البرنامج فقراته والعمري خالفت له على نفسي الا اليوم والله انت تم ان شاء الله انقابله انخصم وانجبته هنا انا مرة واتحمل كل شيء شوف يا حديد شوف ما في مشكلة الشخص بامكانه ترأي خالف ولكن اذا خالف يتحمل كل نتائج انا سلطان انا متحمل طيب ما في مشكلة حمادة حمادة الرجل قدامك اهداء سلطان اهداء اهداء يا حبيبي حمادة الرجال يبي يفتيك بنقاطه قدامك وهو يسمع قل له يرجع ما لك قل له يرجع قل له يرجع ابو نايف يسمع يرجع يسمعك الرجال اتفضل حمادة ارجع يا سلطان ارجع خلاص يا اخوي انا اعوضها طالبك طالبة وانترجع ارجع وجه الله عزيز ابنان يخصم اللي فتحت الباب لا لا ما في سالفة فتح باب يا سلطان 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 احنا ما حنا بالشارع بقول لك ابنان هي مسابقة بالنهاية بعلم هي مسابقة بالنهاية ما في مشكلة ما في مشكلة ما في مشكلة بالنهاية هو صاحب القرار هو ليتخذ قرار علي ثلاثة ألف خل طيب حطها حطان الرجال انا عوضب لفقراتي شوف يا حمادة هي مداهمة للفقرة الآن وكسر قوانين هو يتحمى نتيجتها كاملة من وئلة وفي خصم يتحمى انا تحمى يجي خصمة ما في كلام ما مقدم مقابلة للبنات على حساب أخوي هدو يرجع ارجع ارجع البسمح المسمح حمادة ابنان خليه يرجع خلي سلطان سكتل الباب لو سمحت لو سمحت مسعود مسعود ارجع لو سمحت انا عرف تفاهم معه انا عرف تفاهم معه مسعود استريحة مسعود اتفضل يا حبيبي لو سمحت لو سمحت اتفضل مسعود مسعود ارجع يا مسعود ارجع يا حبيبي ابنان مسعود قدرك فوقراسي قدرك فوقراسي قدرك فوقراسي يسمع قسم من بالله ولد قسم من بالله هنا خرما بينه وبينك ارجع ارجع ابنان ارجع ارجع سلطان طيب ارجع ارجع لا 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 سلطان سلطان سلطاني تعال هنا تعال هنا سلطاني انسك سعود تحمل مسؤولي كاميرا سعود ارجع علي الطلاق الدرجة ارجع علي الطلاق الدرجة اتفضل يا حبيبي سلطان انتهى سلطان انتهى سلطان سلطان حبيبي مراد حمادة حمادة قل له اهل الله حبيبي شوف نقاط المسابقة يريد تحملها السلطان اسمعني الخصم تم دعني اكمل كلامي يا حمادة دعني اكمل كلامي بما انه داهم الفقرة وجلس يقول يتحمل مسؤولية كاملة فهو يتحمل المسؤولية هذه ما راح اتعدي نهائيا النقاط عددها خمسالاف نقطة نقاط الفتية خمسالاف نقطة هي خصمت من سلطان تواجهته اهلا وسهلا ما تواجهته في مخصوم مخصومة انتهت من خصمت انتهت هي خصمت وانتهى الموضوع انتهت شلت وحملت يا ابو نايف يا سلطان سلطان نزلت يا اخي خرمت علي يا اخوي سلطان شلت وحملت ولا كلمة تفضل يا حبيب تفضل ولا كلمة تفضل تفضل ابو نايف تفضل يا حمادة سلطان مو عن طريق اختياري مو عن طريق اختيارك هو تحمل المسؤولية كاملة هو ضحب نفسه فيها المسابقة هي مسابقة بالنهاية فتفضل يا حمادة والله يحييكم يعطيكم العافية شكرا لكم يا شباب شكرا حمادة تفضل مرحبا واسه توتا 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 شباب اللي حصر صراحة يعني لكم دائما سلطان دائما سلطان دائما سلطان دائما سلطان تميز بالموارد حتى في المصاعب مرحبا مرحبا واسه هده الله يEXه مرحبا وسهل بالمل راتنا جاء دائماً سكرم تلف و دائماً سكرم تلف و عزيزة أبيل بالمأساء والجمال و طروح الرسمن اذهبوا و ادخلوا يا عيال دائماً سكرم تلف و دائماً سكرم تلف و دائماً سكرم تلف و عزيزة عمر في السلمة شفتوا لنا أورد صغير عنده سرطة أمي خلا يا مرحب يا حديد يا حديد يا حديد يا حديد يا حديد يا حديد ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة المترجم للقناة